موسيقى في هذه الابتكار الأنوني بدعوة مجموعة متميزة من السوريين لللقاء والتحاور حول أبرز وأكثر المشاكل الحاحن اللي عمي شهدها السوريين بحياتهم اليومية هناك الكثير من الأشياء في سيريا، هناك أشياء الأشياء التي تحدثت، ويجب أن تتحدث نحن نبدأ بمجرد من أجل، لا يجب أن ننتظر حتى يكون محاولة موسيقى لما التقينا أول مرة بالجنيف، يعني كنا نحن تقريباً 33 شخص من مختلف الديانات، الثقافات، الخلفيات السياسية، كنا كثيراً مشركلين كنا متنوعين السوريين من جميع الأنحاء، وعم نتناقش بشكل شفاف، فهذا الشي سمح لي أن يشوف مشاكل كل المشروع وميزاته كان في بيئة في سويسرا تشبه دمشق، يعني إذا بحكي لك وأنت بتفوت، أنت صحيح موجود على بحيرة وموجود في سويسرا، ولكن انت تحس حالك موجود بالشام أدفل في سويتسرلند، كانوا ستجدون في مكان محاولة أخير، في أدفل تحديد أعضاء، ومستحبوا تحديد مع الناسات، ومستحبوا تحديد مع الوضعات، ومستحبوا خبارات الموجودة خبارات عالية، طريقة الانتقاء، تنوع الجندري، تنوع الإثني الطائفي بكل التنوعات الخبرات الموجودة أيضاً محامين، محاميات، قضاة إلى آخرين كانوا كثير متروعين فبلشنا الجلسات التعريفية نعرف عن بعض طبعاً هي اللي كانت عم بتقوم بهذا الشي عم بتقرب وشات النظر عم بتعرفنا نحن مين تم تحديد 16 هدف تم اختصاره لاحقاً ب6 أهداف وثم بهدفين هن العنف ضد المرأة والوسائق الشخصية اللي يتم العمل عليهم وإيجاد حلول مبتكرة لإلهم ضمن مرحلة 3 سنوات المقبلة بالبداية أول ما شاركت بالمبادرة حسيت بنوع من الرحبة كان عندي غموض أنه يا ترى هل يمكن ابتكار أشياء لها علاقة بموضوع العنف ضد النساء في سوريا؟ تغير الموضوع أول شيء وقت اللي صار فيه اختيار للعنف ضد النساء كواحد من المواضيع الأساسية اللي بنا نشتغل عليها فحسيت أنه نحن نجحنا في جعل هذه القضية قضية اجتماعية نحن نشتغلنا على مبادرة ياسمينا ابتكارنا كان مساعد افتراضي أو مساعدة افتراضية بتقدم خدمات ومعلومات قانونية للنساء السوريات حالياً المقيمات في سوريا الخوف من وصمة العار الخوف من أنها تكتشف أنها كشفت قصتها أو العنف التي تتعرض له لذلك نحن فكرنا بياسمينا أنه نعمل ابتكار يكون آمن وسهل جداً للبرأة السورية وهي ببيتها بمنزلة من جهازها اللوحي أو من تليفونها الخاص ممكن أن تدخل بمحادثة مع ياسمينا الروبوت الزكي المساعدة الافتراضية تحكي لها عن مشاكلها ياسمينا رح تسمعها ياسمينا ما رح تسألها عن هويتها أو عن أي معلومات شخصية بتخصها ياسمينا فقط رح تقدم لها النصح رح تعطيها قصص لحتى تعرف المرأة أنه هي مانا وحيدة ورح تقدم لها الدعم القانوني في حال طلبت المرأة أنها بحاجة لدعم قانوني أو استشارة خاصة وطبعاً دائماً تأكيدنا أنه هاي الخدمات كلياتها مجانية نحن بفريق باور اتكارنا كان مكافحة الاتزاز الالكترون الاتكار كان يعتمد على شقين أساسيين الشق الأول هو أنه نحن بنا نقدم دعم قانوني دعم نفسي دعم أمن معلومات عن طريق موقع تواصل أو موقع للاتفاق الشق الثاني هو تقديم التوعية بهدف يعني مثل نقدم ضربة استباقية توعية نفسية، توعية قانونية، توعة أمن معلومات للحد بس من ظاهرة الابتزاز الالكتروني الإنجاز هو نشر الوعي والتوعي لتكون سلاح لأفراد المجتمع ضد ظاهرة الابتزاز الالكتروني المبادرة كان في عندها استراتيجية تعلمك عن جد كيف تحل هاي المشاكل على الأرض بيّنت أنه السوريين برغم اختلاف مكوناتهم وقت بتخلق لهم مصلحة حقيقية وبتخلق بيناتهم هالحالة العاطفية فيك تقدر أنك تجمعهم لما أنا بشتغل مع زميلة إلي بدمشق ولو اختلفنا بكتير أمور وبشتغل مع زميلة تانية في الأردن وزميل تاني في مكان تاني وكلتنا عنا هدف واحد لأنه نخدم بلادنا ولأنه نخدم قضايا لمجتمعنا فهذا أنا بعتبره أثر كتير كبير لوصلنا لهالابتكارات تم إنشاء مختبرات ابتكار ضمت مجموعة من المبتكارين السوريين حيث عملوا بمنهجيات على تفكيك المشاكل الأمنية ووضع تصورات للحلول الأقلاء وحتى تم تشبيك بما بينهم وإنشاء شركات وإنشاء نمازج أولية لمشاريع وأفكار ابتكارية ممكن تساهم بحل هذه المشاكل الأمنية ما نحاول أن نفعله هو أن نظر إلى المشاكل الآن نظر إلى المشاكل الآن نظر إلى المشاكل الضوء المستقبل التي يمكن أن تساعد بإنوبارات أو تساعد مكتبات بإنظارات الأمنية التي تساعد المشاكل الآن وإنبسان المشاكل الآن ومن ثم تساعدت أخرى الأشياء العالمية ما نظر إلى المشاكل الآخر المشاكل الآن فكرتنا هي عبارة عن موبايل لكلينك هذا يقدم خدمة قانونية واستشارة قانونية لأشخاص محددين هنالناس لعندهم أطفال مولودين وهذول الأطفال ما أدروا يتسجلوا ما فيه مؤسسات الرسمية اللي بتقدم هاي الخدمة ونحنا عم نحكي عن منطق جغرافية محددة يهني يستحيل وصولهم لأماكن الخدمة فكانت تخدمة الموبايل لقليل تلينك هي أنه تروح لعند الناس وتلتأم معهم وتسمع مشكلته ونعمل مثل استشارة ودراسة عن هاي الحالات ونأخذ حالة الولادة للطفل المولود ونجهد له ملف القانوني ونرسله للجهة المخولة بتسجيله وإعطاءه الهوية أو التسجيل القانوني اللي بيثبت جنسيته السورية لأنه نحنا عمنا ملايين الأطفال اللي هني مولودين خلال هالعشر سنوات هني يفقد الجنسية السورية لأنه مانوا المسجلين أنا ناشط مدني بشتغل بمجال الحقوق للإنسان وبناء السلام حلق بما أنه نحنا عمنا احتكاة مباشرة مع لاجئين السوريين في لبنان ففي كثير من الاستحققات اللي كانت قدامنا وهي موضوع القانوني تسجيل الولادات اللي هي في أطفال كثير من اللاجئين السوريين ما عندها أوراق ثبوتية في لبنان فحصينا هذه من الأولويات اللي نحنا بلن نشتغل عليها الابتكار هو العيادة القانونية المتنقلة في لبنان وهي عبارة عن وصولنا إلى المخيمات وأماكن تواجد اللاجئين السوريين في لبنان وتقديم هذه الخدمة المجانية اللي هي استشارة بأي شيء يخص الحال القانوني بالإضافة إلى أن نحنا راح نسجل أطفال السوريين في الدواء الرسمي في سوريا بشكل مجاني هاي إخراج قيد وهي واحدان فيك بعدين تحطي لهم صورة هون بس لا تخفي الرأم الوطن أهمية المبادرة هي شقين شق النفسي اللي هو نحنا بصلاة مباشرة مع العائلات يعني نحنا عم نروح لعند اللاجئ عم نحسسوا أنه هو مش لحاله ببلد الغلبي وعم نسحب منه بعض الهموم المشاكل النقطة الثانية هي وقت ما بتصل الأوراق من سوريا ويقدم لها لهذول الأشخاص من حس قد يعني عبيفرحوا أنه في عندهم شيء رسمي صار بين إيديهم هوني مش مهمة شيء هوني هوني عندهم هذه الشخصية الاعتبارية صار مختبرات الابتكار هي عبارة عن بيئة تحتضل الأفكار مبتكرة وتقوم بتصويبها أو بانتقادها تلاقي الفكرة انحطت ببروتوتيب واختبرناها نحن وصرنا نقول هون بده تحسين هون بده تصويب هاي بده إلغاء هاي بتقطع هاي ما بتقطع فكانت هاي المرحلة والمنهجية غير موجودة بأي مبادرة على حد علمي أخرى كانت معنية بالشأن السوري الوحدة من واقعية الأهداف انه هي طالعة من السوريين نفسهم شهاب سوريين نفسهم هن فاعلين جاي من ملاطق مختلفة من خليفيات مختلفة هنه رواد أعمال هنه ناس رواد تغيير It's led by Syrians and Syrians are in the lead of setting priorities and developing user-friendly scalable solutions to address the most pressing legal problems of Syrians أنا كنت بمختبر العوف ضد المرأة بلشنا عصف ذهني بلشنا نختبر بعض المشاريع الصغيرة اللي إحنا أصلاً عم نشتهل عليها على أرض الواقع كيف فينا نطورها بمساعدة هاي طبعاً Survivors هي حملة أنا نجوت اللي حتستهدف الشريحة اللي نحنا بدنا نحاول نظهر فيها للناس اللي هنا نجت من العنف أساساً من خلال أنه تمكنت اقتصادياً وصارت رائدة أعمال أنا نجوت بقراري أنا نجوت بمعارتي أنا نجوت بإيماني شيء مبتكر بالمشروع أنه إحنا حبينا نظهر الست بإستتها من خلال Digital Storytelling فهي كان الميزة بهذا المشروع وهي شي جديد بالوطن العربي تم اختيار كل الست بناءًا على مهاراتها وبناءًا على المعايير اللي إحنا أصلاً محددينها بإيغو جاسمين لأنه بالنهاية هاي المنتجات راح ناخدها ونحطها على موقعنا الإلكتروني ونبلش نسوي المنتج مع الستوري تبع الست نحن من عن طريق هاي اللي تعلمت كيف أغوص أكتر بالمشاكل اللي عم تواجهها دون الستات أعرف بسط المشكلة وحللها أكتر لأنه هو أصلاً إيجاد السبب الحقيقي للمشكلة هو جزء من الحل فكرنا بطرق يسهل وصول السوريين إلى الوثيقة الشخصية أو إلى المعلومات والخطوات اللي ممكن تخليه يوصل للوثيقة أسرع ومن هون فكرنا بتطبيق إلكتروني بيتحمل على الأجهزة اللي بتشغل على الأندرويد إذا كانت موبايلات أو أجهزة لوحية يستخدموا السوري لا يحصل على الوثيقة الخطوات المتطلبات للوثيقة أهمية الوثيقة بنفس الوقت يكون عنده هو صندوق شخصي على التطبيق كل ما حصل على وثيقة يحفظها هونيك لا يعرف ولو بعد ثلاثين سنة هو أعمى تستخرج أي وثيقة منهم وأدي مدة صلاحيطة أولاً نقول إن كنت تريد أن تريد شيئاً كبيراً كما هذا لا تركها فقط لأجهزة للوثيقة ومثلات الأجهزة ولكن تعمل على الوثيقة بالداتة ومثلات من الأشياء اللي بتميز المبادرة العدالة عن المبادرات الثانية أنه قائمة على الديتا أو قائمة على الأرقام اللي هي منذ ما نقول data driven فاللي حاولنا أن نساوي بهاي المبادرة أنه تكون قائمة على الحقائق قدر الإمكان وبتلامس أوجاع السوريين أكثر من عشرة مليون سوريا حول العالم وعن نواجه صعوبات للحصول للأوراق الرسمية والثبوتية أطلقنا منصة إلكترونية بالساعد السوريين حول العالم أنه يوصلوا بوقت أليل وجهد أليل لأوراقهم ويحصلوا على حقهم بالحصول على الأوراق الرسمية من خلال بناء الشبكة للمحاميين الموثوقين المؤهلين اللي يساعدوا بهذا الموضوع أنا كمحامي ممارس يعني بعرف العدالة أو أمارسها بالمحاكم وبين المتقاضين يعني هلأ أنا رأيت في أوجه جديدة للعدالة هي الاهتمام بمشاكل الناس العاديين البسطة بدون ما تصل للمحاكم الابتكار هو لعبة أب العبوها اليافعين واليافعات من عمر فوق ١١١ سنة اللعبة هي اسمها بيت دافي فيها رسائل موجهة سواء كانت رسائل لتعزيز مجابهة قضية تزويج القاصرات أو لقضايا تحزير شو هي الأثار اللي ممكن تقع على الفتيات تتزوجوا بعمر صغير رسائل بتخلي الشخص يقطع خطوات لقدام ورسائل بتخلي يرجع لورا في شي تاني كمان في اللعبة هو موضوع الجسور اللي بقل باللعبة وجسور اللي بقل باللعبة هي جسور إلى معنى حملة كحمل كل جسر اسم وعي، تمكين، تعليم كيف هذا الجسر أنا إذا وصلت له لما بقطع واطلع عليه بقطع كتير مراحل إذا أنا تعلمت، إذا أنا تمكنت، إذا أنا صار عندي وعي من خلال تطبيق مشاريعنا اللي هي مشاريع الحماية في منظمة أمل وجدنا أنه في كثير من المشاكل التي تتعلق بالمرأة مثل العنف ضد المرأة، الاستغلال أو الإساءة بادرة الحكواتي طبعا هي عبارة عن حلقات كرتونية، تلفزيونية مؤلفة من 24 حلقة طبعا صممت بعناية عن طريق مختصين في الحماية وكتاب مختصين لتحويل هاي السيناريو إلى حلقات بسيطة شيقة تلامس الواقع، تلامس السياق وقابلة للانتشار بين المستفيدين وطرح أفكار جديدة وكان تطمح أمل من خلال هاي المبادرة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وإظهار حقوقها إلى جانب تسليط الضوء على منع أي نوع من أنواع الإساءة سوء المعاملة والعنف ضد المرأة وإظهار الدور الحقيقي والقوة الحقيقية للمرأة في المجتمع طبعاً تستهدف هاي المبادرة حوالي 1350 عائلة يمثلوا تقريباً 10200 شخص حسب توزعهم الجغرافي في شمال غرب سوريا في منطقة إعزاز والباب إلى جانب انتشاره أيضاً في غازيا أنتاب وأنطاكيا يعني ضمن الأراضي التركية أيضاً أهمية المبادرة بأنه خلقت مساحة آمنة للسوريين والسوريات أنه يحكموا مع بعض أنا كنت ماشي بطريق طويل هي ضوّت أكتر وين الطريق المختصر اللي فيك توصل فيه أسرع لحظات خلينا نقول الغضب والحزن حتى والفرح والأنشطة كله كان هذا يعني عوامل كلها خلقت جو حميمي وخلقت جو صالح أنك أنت تبتكر وتفكر هل قدرت تخلق حالة حلوة أنه الناس من أول يوم دخلت وتعرفت على بعض خلقتلهم أجواء كتير فيها ود فيها محبة الحقيقة نحنا كنا المسا في حالة كأنه عيلة وحدة نحكي عن قصصنا نتعرف على هاي المناطق شو كانت بتعاني يعني كأنه كنا غربة عن مناطق حتى بسوريا فخلقت هاي الحالة وهي الرقيب التعامل الاهتمام بالتفاصيل الجماليات كانت مبادرة متكاملة سواء من الناحية الفكرية ومن الناحية الروحية موسيقى عندما بدأتنا بالتعامل من الناحية الفكرية حقا كلهم كانوا يحصلون إلى المكان أولاً ديالوجة في تقسيات مختلفة من الناحية موسيقى نحن موسيقى واحدة سنوات سنوات جميعاً جميعاً المترجمات المترجمات إلى المترجمات المترجمات في واحدة سنوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة